اشتركوا في القناة شخص راشد لإدارة مالك نيابة عنك قد لا يتوفر البرنامج في بعض البلدان لكن لا تقلق إن كنت تشاهد هذا الفيديو على اليوتيوب فاحتمال كبير أن بلدك من ضمها ومن ثم هناك بعض المقتضيات المعينة يجب أن تتوفر في القناة في حد ذاتها يقتضي برنامج الشركاء ألا يقل عدد المشتركين عن ألف شخص ويجب أن يزيد عدد ساعات المشاهدة عن أربعة آلاف ساعة في العام الماضي أخيرا يجب أن تمتثل قناتك إلى شروط وسياسات اليوتيوب وينبغي أن تصنفك محتوى لائق وهذا يعني الابتعاد تماما عن محتوى البالغين أو ذكر أشياء أو صور يمكن اعتبارها كمواضيع خاصة بالبالغين الجزء الأصعب أن سياسة يوتيوب تتغير باستمرار لذا راعي التحقق من أحدث الإرشادات على موقع الويب ليوتيوب ربما قد تغيرت بينما أنت بصدد مشاهدة هذا الفيديو بمجرد قبولك في برنامج الشركاء ستحتاج إلى تفعيل خاصية تمكين الدخل على فيديوهاتك وجني المال مع كل مشاهدة بالنسبة لقناة أكبر بقليل مع قاعدة معجبين أو فيا سمة خياري عضوية القناة يمكن للمشاهدين اقتناء عضوية للحصول على دخول حصري من أجل مشاهدة محتوى فيديوهاتك تتضمن الامتيازات الأساسية شارات ورموز تعبرية خاصة ستجعل تعليقاتك تبرز من بين البقية يمكن أن تشمل بعض الامتيازات الأخرى مقاطع فيديو حصرية للأعضاء المشاركين وبسر مباشراً أو دردشات لكن هذه الخاصية حكر على القنوات المشاركة سلفاً في عضوية يوتيوب لذا يجب العمل على قناتك حتى تصبح مؤهلاً لذلك وعدد المشتركين المطلوب أعلى بكثير ينبغي أن يتابعك سلسون ألف شخص على الأقل إن كانت قناتك غير مؤهلة لذلك أو تواجه مشاكل في تسجيل دخولك سمت على الدوام مواقع ويب تابعة لجهات خارجية مثل باتريون الفرق الوحيد أن الامتيازات الحصرية لن تطبق مباشرة في الصفحة الرئيسية ليوتيوب بل سترسل إليك عبر تطبيق باتريون أو البريد الإلكتروني الخيار التالي بيع السلع فكر في جميع النكات التي عرضت في قناتك طيلة فترة تواجدها على اليوتيوب أو هل تملك شعاراً وتصميماً يصعب نسيانه من أجل قناتك؟ هل يمكن وضعه على قميص أو كوب أو ملسق أو سلسلة مفاتيح؟ حسناً ماذا تنظر بعض الشروع في الأمر؟ سمت المئات من مواقع التجارة الإلكترونية؟ ستساعدك على ابتكار سلع خاصة؟ سيود معشر متابعك الأوفية اقتنائها لن تجني المال الوفير من الخصومات فقط والبقية ستخصص للإنتاج واستضافة الموقع الإلكترونية بل ستحصل أيضاً على خزانة ملابس مليئة بالثياب بها وجهك هذا مثير إن تجاوز عدد متابعك عشرة ألاف شخص يمكنك الحصول على رف بضائعك الخاص تحت جميع فيديوهاتك سيعرض أفضل سلعك أمام جميع من يشاهد فيديوهاتك لكن قبل إنشاء سلسلة بضائع تفقد مواقع الويب للسلع المرخص لها من قبل جوجل حتى لا يتم حضر أغراضك ولا تنسى لا يمكنك فعل ذلك في فيديوهات مخاصصة للأطفال يعد البث المباشر طريقة رائعة لجني بعض المال كصانع محتوى التزم بجدول زمني ثابت سيكسبك بث مباشر مرة واحدة في الشهر أو في الأسبوع مالاً كفاية لتغطية نفقات الفيديوهات أجب على أسئلة جمهورك وأطلعهم على برامجك المستقبلية وعرض لحظات من خلف الكواليس لمشروعك المقبل يوفر بث يوتيوب المباشر دردشات وملصقات مثيرة بتبرع ضئيل ستبرز رسالة شخصي وتعرض في الجزء العلوي من الدردشة لبعض الوقت أجب على الرسائل البارزة فقط أو حدد هدفاً للتبرع سيحث ذلك المشاهدين على التبرع على الدوام أو بإمكانك استضافة بث مباشر على منصة الاشتراك باتريون أو تويتش والآن لنناقش قليلاً الطرق الأقل وضوحاً لكسب المال يمكن أن تدفع لك مختلف العلامات التجارية للترويج عن منتجاتها في فيديوهاتك إن كانت قناتك صغيرة نوعاً ما من الأفضل طلب منتجات مجانية مقابل ترويج بضائعهم في الفيديوهات ترسل معظم القنوات الصغيرة رسائل إلكترونية مباشرة إلى العلامات التجارية وتقترح إنشاء شركات مربحة فكر أولاً في الموضوع الرئيسي لقناتك ونوع الصور التي تنشئها والمنتجات التي تناسبك أكثر سيكون من الغريب نوعاً ما لقناة الألعاب الإلكترونية الترويج للوحة جديدة لضلال العيون أو تشكيلة من السكاكين بينما ستبدو هذه السلع ملائمة جداً لقناة تجميل أو تعليم الطبخ في هذه الحالة الأمر منطم بك للتفاوض بشأن الأسعار والشروط تود منك بعض العلامات التجارية قول إن منتجاتهم قد أرسلت إليك وتتحدث عنها لمدة 30 ثانية بينما تطلب منك البقية وضع أسمائهم في العنوان أو إنشاء فيديو كامل حول علامتهم التجارية لا تنسى أنك لازلت مضطراً للكشف عن حملتك الترويجية اذهب إلى الإعدادات المتقدمة للفيديو واضغط على الصندوق الصغير بجانب يتضمن الفيديو إعلانات ترويجية مدفوعة بهذه الطريقة ستتجنب الوقوع في مشاكل مع اليوتيوب وجمهورك في آن واحد إلى جانب الإعلانات التجارية المباشرة ثمة برامج تسويق بالعمولة أو أفليات سجل ببساطة على مواقع ويب خاصة وضع الروابط في قسم الوصف انطفق الناس يسألونك في قسم التعليقات من أين حصلت على تلك الأريكة أو الكرسي؟ انشر رابط التسويق بالعمولة لذلك الغرض على الأمازون مثلاً والآن في كل مرة يضغط شخص ما على الرابط ويشتري ذلك الغرض ستحصل على جائزة صغيرة ستمنحك بعض العلامات التجارية كود خصم من أجل مشاهديك في كل مرة يستعملونه ستحصل على جائزة أيضاً أليس ذلك في مصلحة الجميع؟ سيدفع متابعك مالاً أقل على تلك الأغراض التي يودون اقتناءها؟ وستجني المال للترويج لموقع الويب يطلب منك يوتيوب أن تكشف عن استعمال روابط التسويق بالعمولة فكلما اتسمت بالشفافية صار أفضل لا يحب المشاهدون أن تكذب عليهم أيضاً خيار آخر ألا وهو بيع مساحة في نهاية الفيديو لقناة صاعدة أخرى تبحث العديد من القنوات الصغيرة عن عروض ترويجية وإن كانت قناتك تحتوي على الكثير من المشتركين يمكنك جني المال عبر عرض مقتطف من فيديوهات صانع المحتوى في نهاية الفيديو وأخيراً إن كنت تشعر كأنك رجل أعمال حقيقي يمكنك إنشاء علامتك التجارية الخاصة والاستفادة من قناتك للترويج لشركتك ستحظى بانطلاقة سريعة إن كنت تملك سلفاً قاعدة متينة من المعجبين ألا أتم الاستعداد للتحقق من منتوجك الجديد بالاعتماد على الموضوع الرئيسي ونوع قناتك يمكنك بيع برامج تعليمية أو دروس على الانترنت يمكن لقناة التجميل أو الأزياء والموضة بيع فلتر صوري من أجل التقاط صور أفضل على الانستغرام بإمكان قناة الطق تحضير وبيع دروس تشمل تقنيات معينة أو بإمكانك حتى بيع تقنيات عن كيفية تصوير وتحرير الفيديوهات تذكر فقط إن كنت تروج لعلامات تجارية في فيديوهاتك لا تحول قناتك إلى واجهة عرض جمهورك يزورك لرؤيتك ومشاهدة محتوى فيديوهاتك ولن يود أحد رؤية الكثير من المنتجات لطرف سالس وروابط تصويق بالعمولة من الأفضل العمل مع بضع علامات تجارية مع إنشاء شراكة متينة وطويلة المدى عوضا عن بيع كل شيء في الوقت نفسه وإن كنت في حاجة ماسة إلى المال لمواصلة العمل على فيديوهاتك كن صادقا إن أحبك الجمهور وأعجب بفيديوهاتك سيقدرون كفاحك لا تكذب ولا تكن جاشعا لكن إن كنت فعلا في وضعية حرجة سيتفاعل الناس مع صدقك ويهرعون إلى مساعدة صانع المحتوى المفضل لديهم إن لم تفلح معك أي الوسائل التي ذكرتها آنفا ركز أكثر على القناة وعلامتك التجارية ابحث عن تخصصك والميدان الذي تبرع فيه هل تحب أنواع معينة من الألعاب الإلكترونية؟ هل تعرف جميع الأماكن المخفية والسياحية في مدينتك؟ هذه المواضيع أكثر إثارة من شيء قد رأيته ملايين المرات على اليوتيوب لا تنسى اقتناء بعض المعدات الجيدة حتى يكون صوتك واضحا وعاليا والصورة نظرة ومفعمة بالحياة خذ دروسا في التمثيل وفن الخطاب لتقديم أفكار أوضح وحتى تبدو نسخة أفضل من نفسك والآن بما أنك صرت تصنع فيديوهات بجودة رائعة فحتى تجذب المزيد من الجمهور ينبغي أن تكون في قمة التناسق عندما يتعلق الأمر بمستجداتك إن رأىك الناس في صفحاتهم الرئيسية سيتذكرونك ويتحققون من جميع فيديوهاتك الجديدة سمت العديد من الأدوات وتطبيقات المتوفرة من أجلك لإنشاء جدول مثالي لتحميل مستجداتك لا تبحث عن أسهل الطرق لتحقيق الشهرة بسرعة مهما بدى لك الأمر سهلا كمشاهد فإن إنشاء محتوى على اليوتيوب يقتضي العمل الدؤوب من السهر الكثير وقضاء عدة ساعات في التصوير والتعديل لن يجدي معك نفعا شراء المشتركين أو ساعات المشاهدة إن كنت تطمح فعلا لإنجاح قناتك أيضا عليك فعل كل ما في وسعك للتفاعل مع جمهورك أجب على تعليقاتهم وأنشئ صفحات أخرى على مواقع التواصل الاجتماعي واستعمل المنتدى لنشر المستجدات والحصول على التعليقات وأخيرا ركز على مظهر قناتك صور مشرقة وعلوين رائعة للفيديوهات وأوصاف دقيقة سترتقي بفيديوهاتك إلى قسم الفيديوهات الموصيبها ونتائج البحوث ومن سم تجذب المزيد من الجمهور حظا موفقا إن تعلمت شيئا جديدا اليوم فمنح هذا الفيديو أعجابا وشارك مع صديق وإليك فيديوهات أخرى ستحوز على إعجابك بالتأكيد انقر على الفيديو الأيسر أو الأيمن لتبقى على الجانب المشرقي من الحياة